السلام عليكم ورحمة الله معكم حسين راح نمركم هنا واحد للشيء ان شاء الله تعلموا له كذلك اليوم هناك مراكم تلاحظ وراني مخرج تيليسكوب 100x100x100 أربع تيليسكوبات وعندي خمسين متر المادة هنا ثلاثين متر عطاطني أقصى حمولة اثنين طن من الأحسن من الأحسن أنك إذا أردت أن تعمل هذه الأشياء وهذه راح نطبق على جميع الرافعات مثل وكي تتخرج تيليسكوب 100% السهم منظاري من الأحسن أنك توقف ما تصلش مثال إلى الحدك الأدنى مثالة أنا راني دائم في الفيديوهات أقول لكم اتبعوا اشتبعوا الحمولة في هذه المواقع ننصحكم اشتبعوا الحمولة راني هنا مثال راني في 100% هنا عندي أربعين متر شوفوا عندي أربعين متر اتضحت الصورة عندي رابعين متر أستطيع مثال أحمل 7.7% في هذه 100% أنا ننصحك هنا متوصلش لهذا المكان متوصل لهش هنا ما عندها هاو هنا وزن الموفي حوالي الحبل حوالي واحد طن أو أقل ممكن ارتجاج ممكن ارتجاج يسقطك هنا من الأحسن أنك توقف مثال في 2 طن والله في 2.7% دائمًا دائمًا خلي مسافة أمان دائمًا خلي مسافة أمان هي راكين مسافة أمان دائمًا 30% لكن تبدو أحسن أنك تترك مسافة الأمان لأن هذه الرافعة رافي الهواء لا نشوفه راسي بسكت رافي الهواء و القطعة في الهواء تقدر الله ارتفعت لا تستنكش لا تنتظرك تشغط مباشرة هنا كذلك تلاحظ الميزان في هذه الأوقات لأن الرافعة تبدأ تتحرك أنا أستطيع أن نزيد قليل لكن توقف من الأحسن أنك توقف هنا لا يوجد مجبر لا يوجد مجبر هنا كذلك أنصحك أنك تنقص في السهم المركزين تنقصوا حتى العشرة بالمئة أو أقل و لا تنساش مثال ممكن لكن أنت أرد أن تصعد السهم لا تصعدوا كذلك بسرعة كذلك سعدوا بمهل لتتفادة كل الارتجاجات فهمتوا؟ هنا لا ننصحك أنك تصل إلى مثال أربعين متر لا ننصحك توقف في الأثنان كمال هنا 33 نعطيك لماذا هنا مرة وصلت هنا 35 وعلى بالك أماكن ينزال السهم كل مكان مختلف على المكان مثال هنا تنزل على هذا الرجل ليس مثل هذا الرجل وهذا الأثنان في الوسط ليس مثل من الخلف في الوسط كل منطقة وعندها وعندها قدرة احتمال الوزن أكثر من أخرى مثال إذا كنت من خلف مجد العجلة الخلفية عندك أحسن من هذه الجيهة فهمتوا؟ أه تستطيع بكل سهولة أنك ترفض العملية تلغي العملية بكل سهولة تلغيها قدر الله حدث شيء دائما يتكلمون وقلوا القاعدة الرافعة هو السبب نعطيكم مثال الآن فقط رأيكلمني واحد قال لي رأي سقطت الأنبوب في حوالي 5 طم وقلوا القاعدة الرافعة أنت سقطت أمس أنا قالوا لي يحملنا هاد القطعة هاد قالوا لي يحمل هاد القطعة وهاد القطعة أسألتهم كم من الوزن تاعها قال لي وزن تاعها 5 طم وأنا حملتها قبل نسيت الوزن تاعها ورقة راح نحن نجعلها في ذاك المكان ومبلغ علينا جيت هنا أبحثت على المدى وأخذ سيليسكوب وجدت 24 متر 600 رانا جيت أبحث عن 5 طن وجدت هنا هاي 5 طن 5.7 في نفسي لا علينا عندما حاملتها وجدت فيها 7 طن وجدت فيها 7 طن لم أأخذها ألغيت العملية قال لي لماذا ألغيت العملية تقلم لأني فيها مكان هذه 24 طن وهي فيها 7 طن لا أستطيع أن أحمل 7 طن مع أنتها تيليسكوب راح ينكسر أو تسقط الرافعة الغيت العملية أمهم بدأوا يرتج يتوسلون مشكلة في الرافعة لأني الرافعة هنا فيها 13 طن وأستطيع أن أحملها بوزن مضاد آخر لكن ما كانش عندي 24 متر يستطيع أن أحمل حتى 8 طن لكن بوزن مضاد آخر فهمتوا بهذه الطريقة تستطيع معرفة قدرة حمولها إن شاء الله بإذن الله هذا الفيديو ينفع الجميع ودايما أكد على هذه الأشياء من الحين الآخر أن أقول في نفس الرام العمالي أعرفوا هذه الأشياء أمس عندها حوالي يومين فقط ولازم أذكر هذا المثال جاني واحد العامل وعنده خبرة وتجربة حتى في الرافعة الموزنجارة وما عندوش دراية بهذه الأشياء بالمدى وبالطول تيليسكوب تستطيع أن تتغني عنه لكن صدقني يجب أن تعرف هذه الأشياء وبدأت نشرح هنا في المدى ونقيته ما يعرفش المدى لا يعرف المدى ضل تيليسكوب ما يعرفش ضل تيليسكوب هنا مرافقة حكم يعرف يعمل بهم جيداً جيداً لكن هذه الحسابات وهذه الأشياء ما يعرفنا مش تم الأحسن أنك تعلم الجدوى الحمولة رأني كل مرة ندلكم فيديو على جدوى الحمولة إن شاء الله رأكم تستفيدوا والسلام عليكم ورحمة الله